مصدر داخل النادي الاهلي اللي اضاف رقم 10 ان ادارة الكرة قرر يتفتح ملف التجديد للسنائي ياسر ابراهيم وحسين الشحيط ليه؟ الاتنين عودهم تخلص مع نهاية الموسم الحالي يعني ممكن يوقعوا لأي نادي في يناير القادم عشان كده الاهلي عايز يحسم امرهم بدل بدل رغم ان حتى يازل اللحظة مرس الكورر مش بيعتمد لا على ياسر ابراهيم ولا على حسين الشحيط طيب بيعتمد على مين؟ تعال اقول قائمة النادي الاهلي لمباراة الغد قدام اسوان هتكون كالتالي اللي اخترها مرس الكورر محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى الشبير في حراسة المرمى وفي خط الدفاع ياسر ابراهيم ومحمود متولي ومحمد عبد المنع معالي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيه وكريم فواد وفي الوسط حمدي فتحي وقاليو دينج وعمر السولية ومحمد مجدي أفشا واحمد عبدالقادر واحسين الشحات وبرونو سافيو وعودة بيرسي تاو في خط اللجوم في شادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف كالعادة أبرز الغايبين عن الأهلي في هذه المواجهة حمز علاء ومحمد مغربي ومحمد أشرف ورقفة خليل ومصطفى سعد ميسي وأحمد نبيل كوكا وهيغيب عن قائمة النادي الأهلي لمشاركتهم مع منتخب مصر الأولمبي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبيات باريس 2024 هيغيب أيضا رامي ربيعة وآيمن أشرف وميدو نبيل ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق وهيغيب وهيغيبه لأسباب فنية دي قائمة النادي الأهلي